النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما فارق الحياة وقالت الناس مات رسول الله عمر ابن الخطاب كان يضرب الناس بالدر قد خزران ما شو يسموها عصر يضرب الناس بالدر يقولهم ما مات ولن يموت وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب عيسى موسى بن عمران وسيرجع عليكم ويبقوا البعطون يسمي العيون كذا اجي ابو بكر اخواني هاي يمكن حتى بالمدارس مو الابتدائية او المتوسطة هاي الموضوع بالتاريخ ترمو حتي هذا مالتنا موخف تقول هذا حتي شيعة متطرفين لا لا هذا تاريخ المسلمين هاي شكري يقول فجاء ابو بكر وكان بره خارج المدينة عند مزرعة دخل على النبي صلى الله عليه وآله وجده قد فارق الحياة وقبل قال يا أبي أنت وأمي يا رسول الله طب تحيا وميتا ثم طلع للناس قال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد بات ومن كان يعبد الله فإن الله حي أنا جاي أروي لك الرواية كما هي فإن الله حي لا يموت التفت عمر بن الخطاب قال لا حقا ما تقول أنه مات قال بلى فوقع مغشيا عليه جاي أروي لك آني ترى ما تبنا هذا الفكر جاي أروي لك يا فصبوا علي الماء أفاق التفت لأبو بكر قال يا أبا بكر أنا ما شريت بقتنع أن النبي يموت خوش أرجوك حتى تصير عقيدتنا واضحة واضحة قال لا ما بقتنع أن النبي يموت قال للقرآن يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فالتفت إليه عمر قال بربك أفي كتاب الله هذا يعني هاللي تحشي آية هاي جاي تسمعني يا أخي ولا أفي كتاب الله هذا قال لا بلى والله في كتاب الله طيب هنا وحدة من عدن هل يعلم أنه إذا ما يدري في كتاب الله هذا يصير أن يقود الأمة يعني يصير خل يقود بس ثاني كجعفر أنا يصير أن أخذ مننا إمام